شدينا موجز لعام وآخر الأنباء مع هالة تفضل يا هالة شكرا بسانت التاسعة صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينيتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم قام الرئيس عبدالفتاح سيسي بجولة تفقدية في الأكاديمية العسكرية المصرية فجر اليوم صرح بذلك المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أدانت الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية ممارسة الصين في بحر الصين الجنوبي وفي بيانا مشترك أعقب قمة غير مسبوقة في كام ديفيد بالولايات المتحدة أكد زعماء الدول الثلاث رفض أي محاولة أحادية الجانب لتغيير الوضع القائم في مياه منطقة المحيطين الهندي والهادئ وشددوا على أهمية السلام والاستقرار في مضيق تايوان والتزمت الدول بالتشاور الفوري وتنسيق الاستجابات للتحديات الإقليمية والاستفزازات والتهديدات التي تؤثر على مصالحها المشتركة أعلنت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا إكواس أنها اتفقت على ما وصفته بيوم الزحف لتدخل عسكري محتمل في النيجر إذا فشلت الجهود الدبلوماسية وذلك من أجل إعادة الرئيس محمد بازوم إلى السلطة وفي ختام اجتماعات استمرت يومين لقادة جيوش إكواس في العاصمة الغانية أكرا أكدت المجموعة أن مباحثاتها مع المجموعة العسكرية التي استولت على السلطة في النيجر لن تستمر إلى الأبد مشيرة في الوقت ذاته إلى أن اللجوء لمثل هذه الإجراءات سيكون الخيار الأخير أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت صاروخا أطلقته أوكرانيا فوق الشبه جزيرة القرم أثناء الليل دون وقوع إصابات أو أضرار يأتي هذا في الوقت الذي نفى فيه الرئيس الشيشاني رمضان قديروف سيطرت القوات الأوكرانية على بلدة كليشفكا في منطقة دونتسك كان نائب قائد فيلق الجيش الثاني للقوات المسلحة الروسية أعلن عن أن الجيش الروسي يسيطر بشكل كامل على قرية كليشفكا بالقرب من أرتيو موفيسك قال الرئيس الأوكراني فلليمير زيلانسكي أن السلطات في كييف تبذل قصارى جهدها للبدء بمفاوضات عضوية الاتحاد الأوروبي في 2023 وفي وقت سابق قالت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني لشؤون التكامل الأوروبي أن السلطات الأوكرانية ليس لديها الوقت الكافي لتنفيذ جميع توصيات المفاوضية الأوروبية السبعة المحددة للوصول إلى صفة مرشح لعضوية الاتحاد الأوروبي قبل حلول أكتوبر ولكنها تعمل بشأن هذه المسألة أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أمر بتخصيص مساعدات اتحادية إضافية لهواي في أعقاب حرائق غابات ضخمة تسببت في دمار هائل في الولاية هذا الشهر وأوضح بيان صادر عن البيت الأبيض أنه تم زيادة الأموال الاتحادية المخصصة لإزالة الأنقاض وإجراءات الحماية العاجلة بالنسبة 100% من إجمالية تكاليف المستحقة لمدة 30 يوما متصلة تختارها الولاية من أول 120 يوما بعد الواقعة انتهى مجزو التاسع وعودة لاستكمال باقي فقرات برنامج صباح الخير يا مصر وبعد الفاصل ترجمة نانسي قنقر